الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم انطلقت اليوم المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لفلسطين تتضمن القافلة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلاب الأوضاع في غزة وخلال استقباله كبيرة منصقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريت كاخ شدد شكري على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار فضلا عن ضرورة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفى كمال عدوان شمال القطاع استقبلت الشهداء والمصابين كما توغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال غزة وحصرت مدرسة تأوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم ووصلت القوات الإسرائيلية إطلاق نيران رششتها الثقيلة غرب بلدة بيت لهيا شمال القطاع أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تزال تسعى إلى اتفاق لتبادل المحتجزين من شأنه أن يسمح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في المقابل أكدت حركة حماس أن سلطات الاحتلال تسعى للتوصل لاتفاق للإفراج عن محتجزيها تستأنف بعدها حرب الإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة منوها إلى أن قوات الاحتلال فشلت مرارا في الإفراج عن محتجزيها بالقوة وأكدت الحركة أنه لا بديل عن صفقة تبادل حقيقية وأن الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف شلال الدم والمجازر مشددة على أنها لن تتنازل عن الانسحاب الكامل وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل وخلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء العراقي في واشنطن أكد بلينكين أنه يعمل على منع التصعيد في المنطقة مجددا وأضف بلينكين أنه خلال الـ 36 ساعة التي تلت الهجوم قامت الولايات المتحدة بتنصيق رد ديبلوماسي سعيا لمنع التصعيد مؤكدا على استمرار اتصالاته مع نظرائه بالمنطقة إلا أنه أكد في الوقت ذاته على التزام بلاده بالدفاع عن إسرائيل وحماية قواته في المنطقة عرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي عن قلقه إذا احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية لكنه أكد أن عمليات تفتيش الوكالة لمنشآت الإيرانية ستستأنف اليوم وقال الرئيس أركان الجيش الإسرائيلي حيرتسي حليفي إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي لنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي أن بكين تعتقد أن إيران ستكون قادرة على التعامل مع الوضع بشكل جيد وتجنيب المنطقة المزيد من الاضطراب مع الحفاظ على سيادتها في إشارة إلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من إبريل الحالي وشدد وزير الخارجية الصيني على أن بلاده تقدر تأكيد طهران على عدم استهداف دول المنطقة ودول الجوار التقى المستشهر الألماني أولف شولت في بكين الرئيس الصيني شي جيمبينغ وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارته للصين وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء أن العلاقات الثنائية مع ألمانيا ستستمر في التطور بشكل مضطرد ظلما احترم كل منهما الآخر وسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع تنحي الخلافات جانبا وكان شولت قد أكد في وقت سابق أن اجتماعه مع رئيس الصيني سيركز على كيفية المساهمة بشكل أكبر في تحقيق سلام عادل في أوكرانيا انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومص بعد الفاصل